منصب خدمي إلا أن السياستات تتطفل عليه أمين بغداد منصب قد يصبح كورقة شجارة جافة تتلاعب بها رياح الأحزاب والتوافقية التوافقية التي لم تجلب للشعب غير المر بعد أن كانت العاصمة مدينة تتنفس ويتنفس من فيها الحياة عكست البوصلة وأصبحت بغداد صورة صارخة لسوء الخدمات أمر جعل من أمينتها ذكراع الوش تحت مقصة الاستبعاد والبديل يجهز على نار هادئة ولعل كتلة نواب بغداد النيابية التي تشكلت حديثا قد تحسم الأمر دون نزاعات تذكر نواب بغداد من جميع الكتل السياسية إجماعهم اليوم اتفقوا على تشكيل كتلة بغداد من نواب بغداد هذه الكتلة سيكون لها رئيس ونائب ومقرر هدفها خدمي، توجهها خدمي يبقى كل عضو على ارتباط السياسي لكن يعملون من أجل التشريعات والقوانين لتخص هذه المحافظة وهي محافظة بغداد الحبيبة وأيضا متابعة ملفات الخدمات للبغداديين وما يخص هذه المحافظة تكون لهذه الكتلة الصدارة في الدفاع الحقوق أهل هذه المحافظة الوزير السابق والنائب المستقيل عبد الحسين عبدان يدخل باب الترشيح بثقل إنجازاته الرياضية صحيح إنه ترك الأمر بيد رئيس الوزراء إلا أن الجميع يكاد أن يجزم على ترشيحه لمنصب من يسكن فيه لا يشعر بالسكينة ولا يوجد نص قانوني يمنع تولي أي شخص لمنصب الأمين وإن كان من خارج العاصمة إحنا بالمحافظة اشترطنا أن يكون إقامة عشر سنوات لا حظرتك المحافظة بغداد أي محافظة بمحافظات يجب أن يكون عندها إقامة ليس سكن هناك فرق بين الإقامة وبين السكن أكون سكن أجي للدراسة سكن أنا من أهل النجف أجي وزير سكن أنا من أهل الديواني أجي نائب شي سموه سكنة بغداد أنت ما قمت اللي يقنشنه اللي يقطع سكنه في مناطق أخرى هذا القانون اللي مصدر ما نظمنا هذه الأمور ما اشترط مثلا في الأمين أن يكون ولادت في بغداد إذن المناصب الخدمية في العاصمة تحت نار السياسة فأزمة المحافظة التي ما زالت قائمة إلى الآن قد تتبعها أزمة أخرى ويصراع على منصب أمين بغداد فالمنصب لا يتعدى كسرة يابسة من الغيف الأحزاب الطري وإن الخدمات التي تكاد تنعدم لا تتحمل التجربة التي تخطئ وتصيب مصطفى حمدي الرشيد الفضائية